ناقش وكوله أول حضر موت الشيخ عمر بن حبريش مع المدير العام لمدرية الضليعة ثابت عبدالله بامزوس وعدد من أعيان المدرية ناقش متطلبات تنفيذ مشروع كهرباء الضليعة والأعمال المتعثرة فيه منذ سنوات واطلع الوكيل بن حبريش من المدير العام المدرية على سير الأعمال المنفذة في مشروع كهرباء المدرية والإشكاليات والصعوبات التي يعاني منها مشيرا إلى أنه يعد من أكبر مشاريع كهرباء الريف بساحة لحضر موت وأوضح بامزوس بأن مشروع كهرباء الضليعة بحاجة إلى صيانة واستكمال خطوط النقل المتعثرة لافتا إلى أن المدرية بحاجة ماسة إلى توسعة الطاقة وذلك لتعطية العجز في التوليد وأكد العلي ضرورة سرعة العمل بصورة عاجلة وسريعة لتشغيل الكهرباء في المدرية كما أوصل جهات المنفذة للمشروع بإزال فرق الصيانة لتفقد مولدات الكهرباء وخطوط النقل وسرعة استكمال المتعثر خلال الفترة الزمنية المحددة